السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد. اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت عن حاجات كتيرة تخص الصفر لالمانيا بغرض الدراسة. بس الفيديو ده انا باعتبره من اهم الفيديوهات اللي انت هتشوفها على دي. كل الناس بقيت عارفة الورقة دلوقتي وكل الناس بقيت عارفة التجهيزات من الفيديوهات اللي فاتت. بس اكتر مشكلة بتقابل الناس هو الماديات. الفلوس او مش كل الناس معاها المبلغ ده ومش كل الناس تقدر تحط عشر تلاف وخمسمية يورو ده حتى وقتنا هذا. يعني ممكن بسبب غلو الاسعار في المانيا. ممكن كمان يغلى. بس احنا لحد دلوقتي بنتكلم في عشر تلاف وخمسمية يورو يعني ما يعادل مصري حوالي متين الف جنيه وشوية. مش كل الناس معاهم المبلغ ده. طب ايه الحل? ايه البدائل? نعمل ايه لو معناش فلوس? انا عارف ان انت متحمس جدا. وعارف ان انت مش كواليفايد كمان. وعارف ان انت اجتهدت حياتك اللي فاتت علشان تبقى كواليفايد انوف انك تيجي المانيا. انا عارف مقدر حماسك جدا. بس الموضوع طب الزات علي اسئلة كتيرة جدا. ايه هو الحساب البنكي او ايه هو البلوكد اكاونت? وازاي بعمل حساب بنك? وهل بحتاجه كل سنة ولا لا? بمعنى ان انا بحتاج كل سنة احط لهم في البنك عشر تلاف وخمسمية يورو ولا لا? ولو اه بحتاجه كل سنة هقدر اشتغل في المانيا واعوض اللي انا بصرفه من البلوكد اكاونت ولا لا? اصلا البلوكد اكاونت ده ممكن يبقى باسمي ولا باسم والدي او ممكن باسمي حد تاني خالص. هل اصلا البلوكد اكاونت بيأثر على القبول الجامعي ولا مالوش دعوه بالقصة دي? اسئلة كتير هنجاوب عليها النهاردة عن البلوكد اكاونت وبداي للبلوكد اكاونت. خليكم معاني. اول حاجة عايزين نقولها هو ايه هو البلوكد اكاونت اصلا وايه هو اثبات القدرة المالية. محتاجين نفرق ما بين بتاعة الجامعة اللي بنعملها علشان نجيب بيها القبول الجامعي. وما بين بتاعة الصفارة اللي بنقدمها علشان ناخد بيها الفيزا. الفيديوهات اللي فتت معظمها وكنا بنتكلم على ان احنا نجيب ازاي نجهز الورق ازاي علشان نجيب القبول الجامعي. بس ما تكلمناش عن اي حاجة تخص الصفارة. احنا كل اللي عملنا الفيديوهات اللي فاتت ده او معظم الفيديوهات بنتكلم على ان احنا ايه الورق اللي نجهزوا علشان نقدمه للجامعة نجيب بقبول جامعي. وانس ان احنا جبنا القبول الجامعي ده بنبتدي ناخد الاستيب اللي بعد كده هو ان احنا بنجهز علشان نقدمهم الاتنين مع شوية ورق تانين هنتكلم عليهم للصفارة وناخد الفيزا ونسافر. يعني الاجابة على الاول سؤال ان ده مالوش علاقة بالقبول الجامعي. الجامعة ملهاش دعوة. السفارة هي اللي لها دعوة. السفارة او الدولة محتاجة تثبت لها قدرتك المالية على انك تعيش في علشان لما تسافر بتقولهمش يا الله انا ما عايش فلوس فعايز بفج مسلا او عايز اعانة او الدولة بتصرف عليك. السؤال اللي بعد كده طب لما اوصل المانيا خلاص انا اخدت الفيزا وصفرت هل مضطر كل السنة وانا بجدد الاقامة احط لهم في البنك عشر تلاف وخمسمية يورو? السؤال ده مهم جدا. عشان اجاوبك على السؤال ده لازم اعرف منك معلومات كتيرة جدا. يعني مسلا انت عايش فين اصلا في المانيا? ايه الولاية اللي انت عايش فيها? وايه المدينة اللي انت عايش فيها? وايه المهزف اللي بتتعامل معها اصلا ونظامه ايه? لان هنا كل بلد ماشية بشكل. كل ولاية ماشية بشكل وكل مدينة ماشية بشكل وكل موظف ماشي بدماغه. والله العظيم فعليا. ممكن تبقى في بلد تجدد الاقامة سنة كاملة بانك مسلا معاك عقد عمل. كطالب عادي كبارت تايم جوب او ميني جوب. يجددوا عليه الاقامة لانهم اضمنين ان انت خلاص هتقدر تعيش في البلد بالعقد ده. مكان تاني لأ زي شليزفك هولشتاين اللي انا عايش فيها دي. تقول لك لأ انا عايز 10500 يورو كل سنة. ممكن انت ما بقدم على تجديد الاقامة انت وصاحبك نفس الكيس بالزبط في نفس الوضع تلاقي موظف اداله سنة وموظف تاني اداله سنتين. فرضا ان تقول لهم والله مش معايا 10500 يورو معايا ستة بس. تقول لك طيب خلاص هنجدد لك ستة شهور بس. واخد حاجة اسمها فيك سي يقوم بيش عين وجنج وقصة كبيرة كده. مكان تاني مسلا زي برلين ممكن بعقد عمل يجدد لك سنتين. مش سنة واحدة. فحوار التجديد ده بيختلف من مكان لمكان وبيختلف من موظف لموظف وفيه كتير فاشخ دخلة في القصة بتاعت تجديد الاقامة دي. بس خلينا نقول اللي هو زي حالتي انه وايقول لك انا عايز تجيب لي 10500 يورو كل سنة وانت بتجدد الاقامة. نعمل ايه في القصة دي? هل هنقدر نشتغل ونصرف على نفسنا ونخلي البلوكد اكاونت ده مقفول ما نجيش جنبه ولا لازم نفتحه ونصرف منه. ويه اللي حصل معي انا شخصيا? خلينا اقول لك ان ان شاء الله مش محتاج تفتح البلوكد اكاونت. وانك ان شاء الله تلاقي شغل. اللي شغل هنا كتير. وخصوصا للطلبة. وخصوصا لو انت معاك لغة. يعني انا لقيت شوية صعوبة ان انا يعني بشتغل. بس لقيت شوية صعوبة علشان انا مش معايا الماني. فانت كمان لو معاك الماني فرصتك في الشغل هتبقى احسن وانك تجيب وظائف احسن بكتير من من الناس اللي زي حالتنا اللي هي معاش الماني. ستل بنشتغل شغلانات حلوة. فيه شغلانات هنا وحشة. دنيا كلها ايزي يعني احنا كنا بنتفشخ في مصر. فبالنسبة لنا دي بيس وفكيك. طيب ايه اللي حصل معايا في الكيس بتاعتي انا? انا لما جيت كنت جاي في نص اللوك داون. كل حاجة هنا افلة. وما فيش اي حاجة فتحة انك تروح تشتغل فيها. فكنت مضطرة افتح البلوك دا اكاونت علشان اقدر اعيش. وفضلت عايش بالقصة دي حوالي اول ست شهور. البلد كلها افلة. ما فيش حاجة بتفت. فانا عشان احل المشكلة دي واحاول انقذ ما يمكن انقاذه من البلوك دا اكاونت. كنت بروح اشتغل اول فترة في الدنمارك. ايه ما تستغربش. انا كنت بروح اشتغل في الدنمارك. وانا عايش اصلا في المانيا. ما كانش قدامي اوبشن تاني. جيش بيقولك تصرف. انا بحكي لك ده علشان شوية وتعرف ان الحياة هنا مش زي ما انت فاكر. مش جنة. لا في صعوبات كتيرة وفي حاجات كتيرة هتقابلك لازم تبقى اجهز لها. كده احنا فهمنا البلوك دا اكاونت وبيتعمل ل مين بالزبط? وهل هقدر احافظ على فلوسي ولا لا? وهل بحتاجه كل سنة ولا لا? نيجي بقى للاجابة على اهم سؤال وهو ايه البداية البلوك دا اكاونت? ايه اللي اقدر اعمله علشان لو معيش فلوس اقدر اجي المانيا برضو. طيب خلينا اقولك ان اثبات القدرة المالية للسفارة هم التلات حاجات مالهمش رابع. اول حاجة واللي معظم الناس بتعمله زي حالتنا كده اللي هو البلوك دا اكاونت. تاني حاجة هو الضامن المالي وهنتكلم عنه بالتفاصيل كلها دلوقتي. تالت حاجة وهي منحة دراسية سواء مموالة جزئيا او كليا. وهقولك برضو تجيب منحة ازاي وهنتكلم عليها بالتفاصيل. طيب ايه قصة الضامن المالي ده? لازم ابقى حد عارفه? ولا ممكن اي حد عادي? لازم يبقى عيش في المانيا? ولا ممكن في اي مكان في اوروبا? ايه اصلا الشروط اللي تنطبق عليه علشان اقول ان البلاء ادم ده يعرف يضمني. وهل الكفالة الشخصية دي تنفع لاي فيزة تانية غير فيزة الدراسة ولا بس فيزة الدراسة كطالب? طب ممكن الضامن المالي ده يكفل اكتر من طالب او اكتر من حد في نفس الوقت ولا لا? طب حوار الضامن المالي ده بياخد وقت قديه اصلا علشان تعمله. وبالنسبة للتكلفة هل الموضوع هيبقى مكلف على الضامن المالي مسلا ان هو يروح يدفع فلوس للدولة علشان يبدو يضمني بدل بلوك ده اكاونت ولا هيبقى نفس التكلفة او قريبة منها فاكس الاتنين شبه بعض خلاص مش لازم مش لازم نسأل حد. طب الكفالة دي ممكن تبقى الكام سنة ولا الكام شهر. ممكن يكفلني لحد ايه? طيب لو فرضنا ان الضامن المالي بتاعك عايش في برلين. وانت الجامعة بتاعتك في ميونيخ. لازم تعيش معاه او تبقى الجامعة في نفس البلد اللي قريبة منها ولا انت ممكن تعيش عادي في مكان تاني او تروح جامعة تانية في مكان بعيد خالص عن الضامن المالي بتاعك. اسئلة كتيرة جدا جدا تخص الضامن المالي انا حاولت تجمع معظم الاسئلة اللي انتو بتسألوها عن الضامن المالي ده وهنجاوب عليها كلها دلوقتي. خلينا نبدأ ونقول ان الضامن المالي ده شخص ما. ممكن يبقى قريبك ممكن يبقى صاحب ممكن يبقى صاحب صاحبك شخص ما. مش لازم بقى قريبك خالص. ودي اجابة على سؤال. ويكون عايش في المانيا. مش في اي مكان تاني في اوروبا. لازم بيبقى عايش في المانيا. ودي برضو اجابة على سؤال تاني. ومش شرط خالص يكون الضامن المالي الماني او معي الجنسية الالمانية. ممكن اي حد باي جنسية عايش في المانيا وبيشتغل وبيضفع ضرائب ودخله يسمح ان هو يكفل حد يقدر يعمل كده. يعني ببساطة الشروط اللي لازم تتوفر في الضامن المالي هو انه يبقى عايش في المانيا من الشرط الجنسية بتاعته خالص ان دخله هو ده الشرط الاساسي ان دخله يسمح ان هو يكفلك واللي بيحدد دخلك هيسمح ولا لا هو مكتب الاجانب طبعا لما هو بيجيب ورق من فينانس او مكتب الضرائب علشان يعرفوا دخله قد ايه وبيقدموا المكتب الاجانب واللي بيقرر مكتب الاجانب اذا كان ده دخله يسمح ان هو يكفلك على حسب هو متزوج ولا لا بيعول اسرة ولا لا هو مكتب الاجانب هو اللي هيقرر حاجة زي كده بس والشرط الاساسي ان هو يكون قادر ماديا على انه يكفل طالب او اتنين او تلاتة مش مهم العدد مهم دخله يكفي ولا لا وانت سنين تلاقيت حد بينطبق عليه الشروط دي هو ما بيعملش اي حاجة غير انه بيروح مكتب الاجانب بيمدي على ورقة اقرار كده ان هو ضمنك ماليا من اكل وشرب وسكن وهيصرف عليك وتسقب مصاريف الجامعة وكل حاجة لو حصل اي فاينانشل بروبلم ليك هو المسؤول عنها قدام الدولة فلو انت عايش في المانيا وعايز تضمن حد لازم تبقى واثق فيه كويس جدا تكلفة الورقة تقريبا رسوم ادارية كده حوالي 20-30 يورو حاجة زي كده فيعني لا تذكر بالنسبة للبلوكد اكاونت والعشر تلاف وخمسمائة يورو حتى وقتين هذا معرفش هيزيد بعد فترة ولا لا بس غالبا هيزيد يعني طيب السؤال اللي بعد كده هل الكفالة الشخصية دي تنفع لكل الفيز ولا بس فيزة الدراسة الاجابة ببساطة تنفع لأي فيزة الضامن المالي بيكفل اي حد ماديا قدام السفارة سواء جاي سياحة جاي علاج جاي دراسة جاي وقت ما هو جاي لسه في اسئلة ايه يا ربي اه بتاخد وقت تقدي ايه الكفالة قصة الكفالة دي بتاخد وقت تقدي مجرد ما الكفيل بيروح كفيل حسيت نفسي في السعودية اوي مجرد يعني ما الكفيل بيروح مكتب الاجانب وبيقول لهم ايه الاوراق المطلوبة بيقولوله عليها وبيجهز بيمدي على الاوراق بتاعته يا بتاخد المشور او اتنين لمكتب الاجانب بالكتير قوي مجرد ما ان الموظف يراجع الوراق ويتأكد من ان داخله يسمح بس خلاص كده بيدي له الوراق دي وهو انت بيبعتها لك تروح بيها السفارة بدل وبتروح بيها لما بتيجي المانيا وتعيش خلاص بتيجي تعمل اقامة بتاعتك وتيجي تجدد الاقامة بتروح بنفس الورقة برضو بتجدد الاقامة ومش بتحتاج للبلوك ده اكاونت فالضامن المالي ده حاجة عظمة فشخة خليلاقي ضامن المال يا جماعة يعني يا ريت يعني بتسوش اخوكو يعني اي حاجة علينا كده احنا خرجينه ومزبطن لكم الدنيا وستاب كاملة وبتاع ودرون وقصة علشان يعني نعمل لكم فيديو يساعدكم يعني شوفونا ضامن المالي معاكم يعني صواح الفل طيب السؤال اللي بعد كده هو ممكن يكفلني قد ايه ممكن يكفلني سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا ايه اللي بيحدد المدة دي هو الكفيل نفسه يقول والله اللي بقى الادم اللي جاي ده انا ممكن اكفله السنة ولا الاتنين بتقعد دراسة وخلاص بعد كده انا مش مسؤول عنه بقى يتحرق بجازة فاللي بيحدد القصة دي هو الكفيل نفسه مع مع موظف المكتب بتاع الاجانب احتاج تعرف ايه تاني ازا كانت ضامن المالي عايش في بلد وانت جمعتك في بلد تانية لازم تعيش معه ولا لأ اللي جابه لأ ممكن عادي هو بقى عايش في اي حتة في المانيا وانت جمعتك في اي حتة ضامن المالي او بالنسبة للسفارة وبالنسبة للدولة هم حاجة واحدة كده نبقى غطينا كل حاجة تخص ضامن المالي او اول بديل نخش على الحاجة التانية وهي المنحة الدراسية المنحة الدراسية يا جماعة في ناس كتير فشخ بتسافر على منح وبتقدم على منح اللي ضمنك ماليا هو المنحة او الجهة المنحة سواء بقى جامعة سواء شركة زي سويرس مثلا في مصر اللي حاجة بيكفلوا طلبة وبيصرفوا على عشتهم في المانيا طيب مين يقدم على المنح لازم تبقى كواليفايد نفل المنح ولا لأ صدقني لأ انا اعرف ناس كتير ما كانتش كواليفايد وتقابلت في منحة وسفرت لان هو فيه منافسة كبيرة على المنح انا معاك بس سبحانه الله دي ارزق فنصيحتي ليك سواء انت كواليفايد ولا لأ للمنح قدم عليها برضو بقى تقدم ازاي وفين وتجيب منح منين هتلاقي تحت في الديسكريبشن دايما تحت اي فيديو هتلاقيه اصلا انا حاطت دايما اللينك ده لموقع اسمه مرجع مش عارف انتو عارفينه ولا لأ بس انا منشنته قبل كده كتير ان الويبسايت ده عليه كمية منح مش بس الالمانيا لكل دول العالم للعرب يعني هتلاقي كندا هتلاقي امريكا هتلاقي استراليا هتلاقي ماليزيا هتلاقي كل حاجة هتلاقي اي حتة انت عايزها وممكن نعمله فيديو لوحد ونشرح ازاي تقدم على المنح بس هو الموضوع بسيط جدا يعني وحتى الويبسايت بالعربي فانت بتدخل بتشوف ايه الريكوارم انت بتاعت المنحة دي وبتجهزها وبتقدم عليها بس لا اكتر ولا اقل وممكن دي مشي في اكتر من سيناريو مع بعض يعني لو انت ربنا مديك برضو معاك الفلوس بتاعت البلوكد اكاونت ليه لا ليه لا اما تروح وتقدم على منح انا الناس اللي بتبعتلي اسئلة ببقى شايف فيهم ناس اوفر كواليفايد والله العظيم بس تلاقي ثقاتهم في نفسهم مهزوزة والله العظيم واحد بقعتلي مخلص ماجستير ودكتوراه وجاي عايز يعمل اه استاذ دكتور وبيسألني هل ينفع ولا لا وهل هتقبل في منح ولا يا عم انت 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 تسافر المريخ من بكرة ما تجيش المانيا فيا جماعة قدموا على المنح يا جدعان ابو اس ايديكوا قدموا على المنح كواليفايد ولا لا ولا يهمهم الكلام ده انت جهز الورق واعمل اللي عليك احنا مأمورين بالسعي التوفيق ده بتاع ربنا انت مش لازم تبقى افشخ بنا ادم في الكون ولا لازم توصل الديستنيشن انت بتسعى وخلاص بتعمل اللي ربنا قال لك عليه انا بسوط ان انا عملت الفيديو ده ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات التانية لان مهمة جدا عن كل الاوراق اللي تخص السفر لالمانيا هتلقوني حدوتها كلها في بلاي لست مع بعض ولو عندك لسه سؤال يا رب ما يكونش عندك ابعتلي دايريكت على الانستجرام هتلاقيني بردع اسأل الناس في الكومنتات او اكتب في الكومنتات بس الاحسن ان انت تبعتلي على الانستجرام لان انا بقى متواجد تقريبا كل يوم على السوشال ميديا في الانستجرام بالزات لو انت عايز تتابعني اه منساش تعمل فولو منساش تعمل سبسكرايب تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشير لصحابك وتساعد ناس علشان ربنا يساعدك بتمنى لكو كل التوفيق من قلبي والسلام عليكم ايه الغبر اللي جات علينا دي اعرف ده مين نفخ ده استهفر الله رغمين الله ما علينا يا نهارش بد نحلة نحلة خمس تلاف يورو يا دين ام ايه قتل النحلة هنا بالمناسبة خمس تلاف يورو غرامة تلاقي خمس تلاف يورو كده بيحموا حواليك كده المهم كنا بنقول ايه الصيف بقى جماعة الصيف بقى وقارف الصيف بقى الدرون اللي فوق دي هبلاني في ناس بتصور بدرون هبلاني اعزي اطلع اطلع الدرون بتاعت انقرهم اللي انقرهم اللي فوق درون رغمين الله